رجحت مصادر مطلعة أن يتولى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئاسة المجلس السيادي في السودان بينما تنكى المهمة نائب رئيس المجلس إلى الفريق أول محمد حمدان نقلو المعروف بلقب حمتي وسيدخل في عضوية المجلس كذلك كل من الفريق شمس الدين الكباشي والفريق ياسر العطى والفريق صلاح عبد الخالق وكان الاتفاق الذي تم توصل إليه أن يتولى العسكريون رئاسة المجلس السيادي ونيابته في الآونة الأولى البالغة 21 شهرا على أن تتولى قوى الحرية والتغيير رئاسة المجلس ونيابته في الآونة الثانية التي تمتد إلى 18 شهرا أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان أمس الجدول الزمني لتشكيل هيكل المرحلة الانتقالية وقال بيان إن تشكيل السلطة الانتقالية يعد خطوة أساسية وشرطا لازما لتحقيق عملية السلام مشيرا إلى أن المشاورات في القاهرة مع الجبهة الثورية أفضت إلى ضرورة مواصلة الحوار بشأن قضايا السلام وأحدد الفرقاء السودانيون السبت المقبل لمراسم التوقيع النهائي على اتفاق وثيقة الإعلان الدستورية الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى في الرابع من آب أغسطس الجاري